هذه رسالة كالمفروض نقرها لكم للبارح لكن قطع علينا الانترنت كما شفتوا هل نشوفوها من الفاضي اللي بعثها لي هذه الرسالة السلام عليكم خوي محمد حبيتك تفوت لي هذا الانشغال يقول فيها ربما شاري كتبت فيما مضى على الاحتقان لأفراد الجيش الوطني الشعبي أنا نزيدك من الشعر بيتاً احتقان عسكري يخدم في الصحراء ليس كاحتقان عسكري يعمل مثلاً في البليلة فرق كبير بينهم أخي وكذلك القيادة في الصحراء حقارة ليس كل القيادة ليس كالقيادة في الشمال وذلك لبعد المسافة عن قيادة القوات البرية ووزارة الدفاع تسمى بالعامية القيادة الدائرة رايها في العسكر في الصحراء ويضيف الرسالة اللي هي أطول سلام عليكم مستعب بمناسب حديثك على نهب الذهب في تامنراست مؤخراً أردت أن أخبرك ببعض مستجدات جد مهمة بداية شهر ديسمبر قام الفريق شنغريحا بزيارة للمنطقة مسمات بالعش في تامنراست الناحية العسكرية السادسة وهذه الزيارة لم تكن معلنة غير رسمية شنغريحا أظهر غضب شديد حيث وصلت درجة الصراخ في وجه قائد القطاع العملياتي لتامنراست العقيد فوزي قائلاً له كيف وصلت تسريبات اختلاسات الذهب وأماكن المطار الذي يهرب منه لفلان يقصدني أنا قال أيضاً شنغريحا للعقيد أننا أصبحنا مثل الغربال وهدده بالشطب والإحالة للمحكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية في نفس السياق ذهب شنغريحا في زيارة لأشبال الأمة بتامنراست وهي زيارة غير رسمية أيضاً حيث أظهر انزعاجه من مواقع التواصل الاجتماعي وقال الحضور لا تفتعل مشاكل مع المدنيين لا أريد ذلك لأنني كبرت ولا أستطيع المواصلة لرؤية صور على مواقع التواصل فساد وكمبا وتضامنات إلى آخرهم حتى تحبوا تبيعوا الشار بيعوه بس أحضره في السر فلاكم ذلك أن تفعلوا لكن لا تفعلوا مشاكل مع المدنيين في مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى لا تتواصلوا معهم هذا المقصود المفهوم من خلال الحديث هو أنك أستاذ أرهقته بالمعلومة لدرجة أصبح يتابع بعض ما ينشر أو ما يقال في اللايبات ويشاهد حجم التسريبات أصبح لديه له عقدة حقيقية من ذلك أيضاً في نفس سياق التهريب الذهب أردت أن أبلغكم أستاذ ما يحدث هنا أيضاً اللواء فريد بشغيط قائد سلاح الإشارة الصديق الحميم لشنغريحة هذا اللواء تم تعينه بدل لشخم قبل سبيع فقط حيث عينه مؤخراً في صراع الأجنحة ليخلف حبد القادر لشخم هذا بشغيط فريد بشغيط له يد في تهريب الذهب أيضاً حيث أنه في فوج الإشارة 96 بيتامن راست يوجد ملازم أول اسمه روحاني هذا الملازم ابن أخت بشغيط فريد روحاني برفقة الرائد بالخيري يقومون بنهب الذهب وهم الآن الرقم اثنين هنا أي خلفاء لعصابة المقبور صواب مفتاح حيث يقومان المذكوران على باستخدام أفراد الجيش في التنقيب عن الذهب ناهيك عن الحجرة والبطش الذي يمارسونه على الأفراد بشغيط فريد كذلك متورد لأنه يقوم بحماية انسيبه المسمى روحاني عفوة ما شقاله نعم نعم يقوم بحماية روحاني في العديد من الصفقات بالمناسبة هناك حالة استنفار داخل المؤسسة لكي لا يتابع الأفراد تدخلات بعض الأحرار على اللايفات هذا جزء رئيسي من رسالة وصلت من أحد أحرار البلاد من تامن راس وفيها جزء جزء مما يمكن الحديث عنه خاصة بعد أن أصبحت هناك عصابة أخرى خلفة عصابة صواب اللي كانت مشهورة وكننا تكلمنا عليها ربما حتى هنا في اللايفات في نهب الذهب خلاصة القول لأن مرات دائما يعودوا خوتنا ويقول لك ما هو الحل ماذا نفعل الحل يا إخواني هو الحرك هو عودة الحرك هذا هو الحل الحل هو عودة الحرك الحل هو تمظيم الحرك الحل هو عدم الإنجرار أمام المعارك الهامشية الحل هو عدم دخول في خصومات وصراعات ما بين الحركيين الصادقين والكاذبين أو عندنا حركيين صادقين وعندنا حركيين مزيفين هذا هو الحل الحل أن تعرف أن البلاد فيه خطر حقيقي خطر وجودي وأنك ما تدخلش حتى لما تكون الخصومة شخصية واحد سبك هنا واحد سبك لهيه واحدة سباتك ما نش عارفين أترك أترك جانبا لا تهتم جفف المستنقعات يختفي البعوض تذكروا هذا دائما جفف المستنقعات يختفي البعوض أو تذكر إذا شئت وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة أمضي لطريقك طريق الحرية طريق تحرير هذا الشعب طريق بناء دولة مدنية حقيقة تنهض بالبلاد ويسعد أهل البلاد دولة مدنية بإذن الله مشي عسكرية حي الله الأحرار أينما كانوا وأينما أولدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته